بينما كانت هذه الأسرة تعمل في واحد من أودية تهامة وتعيد إحياء مهنة قديمة لتصنع مستقبلها يتوزع أفرادها الأدوار في إيجاد مهن خاصة بهم تعتمد على ما تنتج الأرض كان مقاتلي ميليشيا الحوثي في طريقهم إلى إسقاط العاصمة صنعاء وإيقاف كل مشروع يتحرك نحو تحسين الاقتصاد البسيط اندرج هذا العمل تحت مسمى المشاريع الصغيرة التي تحظى بدعم في التسويق وتقديم المشورة للعاملين فيها لأجل تطويرها وفي تلك المساحات الشاسعة يعتمد كثير من الأهالي على أعمالهم البسيطة التي توفر لهم متطلبات الحيش حتى هذه المشاريع الصغيرة لم تسلم من الانهيار الذي بدأ من الأعمال الكبيرة قبل أن ينتقل إليها وأصبح العاملون فيها الآن نازحين بعيدا عن أرضهم ومشارعهم عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية وإسقاطها للعاصمة صنعاء أعلنت معظم الشركات الاستغناء عن موظفيها اليمنيين تم الاستلاو على المقرات الرئيسية للعديد من الشركات ولاذا كثير من العاملين فيها بالفرار دار الحال بين الأنشطة ليشمل كل مناح الحياة وأصبح الحديث عن فقدان العمل ملازما لكل إسرة وبيت حين ضيقت الميليشيات على الأنشطة لجأ كثيرون إلى الهروب نحو الخارج والتحق غيرهم بأعمال أخرى فقدوها فيما بعد انتقلت البطالة من القطاع الخاص إلى القطاع العام توقفت الرواتب وتمت مصادرتها والاستيلاء على الوظائف من قبل عناصر أتت بهم الميليشيات وجعلتهم يحتلون الوظائف العامة بكل تصنيفاتها رأى طلاب الجامعة أساتذتهم وهم خارج قاعات الدراسة يبحثون عن أعمال في الأسواق وتناقل الناشطون صور من كانوا يوجهون الرأي العام وقد أصبحوا ملقيين في الشوارع وهم يحاولون كسبقوتهم الضروري فقدت الوظيفة العامة بريقها وأصبح وجود من كانوا يعرفون بعمال اليومية في أماكنهم مجرد ذكرا جميلة لزمن سبق قدوم الميليشيات وسيطرتها على كل مرافق الحياة ترجمة نانسي قنقر